موسيقى قال يسوع المسيح للمولود أعمى اللي تفتحت عيني الذي يتكلم معك هو هو وهذا الفاصل اللي شفناه الجملة الأخيرة إن لم تؤمنوا إني أنا هو تمتون في خطياكم هذا اقتباس طبعا من نبوة الشعياء كأنه بقول أنا هو يعني هي الآية عن الله من رآني فقد رأى الآب أنا في الآب والآب فيا هذا ما قاله يسوع المسيح حبائي الكتاب المقدس بيتكلم عن واحد اسمه شاول الترصوصي كان بيتطهد الكنيسة وكان رايح لسوريا كان رايح لدماشق حتى يمسك المسيحيين ويحطهم بالسجون لكن لما اقترب عند دماشق نور ساطع وصوت كلمه وسأل من أنت؟ قال أنا يسوع الذي تضطهده صعب عليك أن ترفس مناخه في أعمال ستة عشرين هاي القصة في أعمال تسعة في أعمال ستة عشرين قال شاول اللي هو بولوس الرسول يعني الرب قال له قم على رجليك من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقزا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم شو هي الإرسلية؟ لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور من سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين فإذا لاحظ الكلمة تفتح عيونهم ليه؟ لأن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين تفتح عيونهم يرجعوا من ظلمات من الظلمة يعني هنا بيتكلم عن العمل الظلمة والجهل وكمان بيتكلم عن عمل من سلطان الشيطان إلى الله مشان هيك الوحيد الذي يستطيع أن يفتح العيون هو المسيح هو المسيح اللي تنبأت عنه كل الأصفار وبالتحديد إشعياء في إشعية 35 حينئذ تتفقح عيون العمي إشعية 42-6 بيتكلم عن يسوع نور للأمم إشعية 49 آية 6 نفس الشيء نور للأمم بيتكلم في إشعية 60 قومي استنيري إشعية 61 روح الرب علي وللعمي للبصر ونفس الآية استخدمها في الناصرة عندما قال روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب والعيون للفتح يفتح العيون والعيون بالبصر فإذن جاء المسيح ليرد البصر والبصيرة لما مر في أريحة كان في أعمى اسمه بارتماوس صرخ يا يسوع يا ابن دؤود ارحمني وقف يسوع سأله ماذا تريد أن أفعل بك أجابه وقال يا سيد أن أبصر فرد له البصر يعني الشفاب الكامل والبصيرة لأنه في الحال تبع يسوع وكمل مع الموكب إلى أور شليم للأسبوع الأخير أسبوع الفداء